موسيقى مستكملين فقراتنا بي الله يصبحكم بالخير طبعا احنا بنلاحظ في ايام بتمر ايام صعبة علينا او ايام اذا احنا كنا فرحليني كتير ممكن تتغير عداتنا في الاكل بس ممكن مرات بنلاحظ خاصة على المراهقين انه فيه اضطرابات في الاكل اما بيمتنعوا عن الطعام لفترة طويلة او بيفرتوا في تناول الطعام نفس الوقت بنلاحظ على نقص في اوزانهم عشان نعرف عن هذا الموضوع اللي هو بيصيب فعليا يعني هو هذا الاضطراب نقدر نحكي عنه مرض نفسي خاص بالمراهقين خاص بالمراهقين بيصيب الفتيات اكتر من الشباب بس فيه يعني من نسبة المتع يعني اللي بيعانوا من هذا المرض 10% منهم شباب عشان نعرف ونتعرف على الموضوع اكتر ونحكي فيه مستضيفين في الاستوديو معنا المختصة في الاضطرابات الغذائية في الاضطرابات النفسية الحادة صح؟ يعاد غنداري خصائية نفسية في المركز الفلسطيني للإرشاد أهلا وسهلا فيك الله صباحك بالخير صباح الخير طب في البداية خلينا نوضح للمشاهدين أكتر إيش هاي الاضطرابات النفسية أو المختصة بالغذاء يعني الاضطرابات النفسية بالأكل فيه المزبوطة عدة اضطرابات نفسية مختصة بالغذاء بس يعني جزء من هاي الاضطرابات تصيب الأطفال ولكن احنا اليوم بفكر انه مهمة كثير انه نركز على الاترابات الغذائية اللي بتصيب المراهقين هاي اترابات اللي فيها الفتاة او الشاب بسعى بشكل صارم انه للحصول على جسم مثالي وهذا الجسم عادة يتنافى مع قواعد الطبيعة العادي الاترابات هاي اترابات خطيرة جدا لانها بتصيب المراهقين في مرحلة عمرية مهمة اللي هي مرحلة النمو يعني لازم يكون فيه اكل صحي ولازم يكونوا ديرين بينهم على حالهم اكثر عشان الانسان ينمى احنا اليوم عم نحكي مش على اختلاف في انماط الطعام وانما على مرض نفسي اللي بيرافقه جوانب غذائية ولكن الاهم انه بيرافقه جوانب نفسية وذهنية عشان هيك يسمى اتراب نفسي يعني هو للتوضيح مثلا المراهقين بنجذبوا بصورة الاشخاص الموجودين على الاعلام مشورة الاشخاص الموجودين على التلفزيونات العارضات الازياء فبيصيروا بحاجة انهم يضعفوا حالهم ليكونوا بهاي الصورة جزء من تفسير هادول الاترابات هو الاعلام انه فيه استحواذ وسلوك استحواذ اجتماعي واعلامي نحو الجسم النحيف وعمليا ربط النحافة بالجمال وهذا خطأ لانه المفروض انه احنا نربط الصحة بالجمال مش النحافة بالجمال بس كمان سوري بس كمان الاهم انه الاعلام بربط النحافة بالنجاح مش فقط في الجمال فانزان الجسم النحيف كأنما هو ضمان للنجاح في الحياة والسعادة في الحياة فالمراهقين مش فقط بسعوا للجسم الكامل وانما بسعوا انهن هن يسيطروا على مستقبلهن ويريدوا انه يحصلوا على السعادة فبيفكروا انه اذا احنا نحفنا حالنا وسيطرنا على وزننا احنا هذا ضمان لنجاح في الحياة وطبعا هذا مش صحيح انا كنت بدي احكي ملاحظة انه بالفترة الاخيرة بالعكس عم بحس انه فيه بعض التركيز شوي على انه النحافة هي مش رمز للجمال بمعنى انه الواحد يكون نحيف يعني اكتر من اللازم لازم يكون فيه تناسق بالجسم يعني هذا دائما احنا بنحكي لكل الناس انه يكون فيه تناسق بالجسم بداية اسباب صحية قبل ما تكون اسباب جمالية بس مش بمعنى انه الواحد لازم يكون نحيف لهاي الدرجة اللي منشوفها بعارضات الازياء وبالمشاهير يمكن اكتر حكيك كتير مزبوط انه مؤخرا صار فيه حالات وفيات بالضبط شديدة من بين الممثلات او عارضات الازياء او الفتيات اللي بيمارسوا الرياضة او الرقص البالي والى الاخرية ونتيجة هيك صار فيه ردود فعل طبعا احنا الصور اللي منشوفها على المجلات مش حقيقية لانها بتمروك كتير من الفوتوشوب لو انها حقيقية فهدول الفتيات ما بيكونوش عايشين ويدحقوا ويبتسموا لانه صحيا يعني يعني التناسق اللي بيحطوها ده مش حقيقي بس الاعلام كمان مش فقط بيروج للنحافة بيروج لجسم اللي هو بعيد عن الانوسي بمعنى اذا احنا منلاحظ بالسنوات الاخيرة عارضات الازياء مش بس نحيفات وانما مسطحات صحيح ما فيش بجسم من اي نوع اي تدريس انثوي صحيح فعشان هيك هادا هاي مشكلة كبيرة وصار فيه صحوة اليوم اعلامية فعلا لصحة لالعودة الاجتماعية طب ايش هي انواع الاضطرابات هاي اللي عم نحكي عنها احنا هلا بتختلف في اشكالها ولا كلهم نفس الاضطراب شوفي احنا في عنا اضطرابين مركزيات اللي احنا كاخصائيين نفسيا منخاف منهم كتير لانه هاي الاضطرابين هن اضطرابين بيرافقوا الفتاة او الشاب سنوات طويلة من حياتهم واحيانا طول العمر الانسان بالغالب ما بيشفى لحاله بدون علاج بده مساعدة بده مساعدة تبية ونفسية زائد انه في عنا حوالي عشرة بالمية من المصابين بهذا الاضطراب النفسي بفقدوا حياتهم بيموتوا مش بس انه هن ذكور هن كمان بيموتوا الاضطراب يؤدي الى الوفاة بعشرة بالمية من الحقيقة امر خطير هذا من اخطر الاضطرابات النفسية اللي احنا نحن 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 النوعين النوع الاول اسمه انوركسيا نيرفوزا انوركسيا نيرفوزا بالترجم الحرفيه هو فقدان للشهية بس بالحقيقة ما في فقدان للشهية في قمع للشهية انه الفتاة او الشاب بمنع حالهم من الطعام خاصة الطعام اللي هو غني بالسعرات الحرارية اذا وبيصير في عنا طوال الوقت التفكير في عدد السعرات الحرارية والوزن وربط القيم الذاتية بالسيطرة على الوزن عادة اذا احنا عم نحكي على وزن طبيعي فعادة هدولا الشبان والفتيات بفقدولا لغاية ربع وزنهم بفترة قليلة جدا الفتيات بتوقف عندهم الدورة الشهرية وبيصير في ممارسة قهرية للغياضة او اخذ مسهلات او الاستفراغ القصري او الحبوب اللي عم نشوفها كتير هلأ اخذ حبوب للتنحيط طبعا هذا بيؤدي لمشاكل عويصة النوع الثاني اللي عادة عن الانوركسيا نيرفوزا اسمه بوليميا نيرفوزا وهو مرض الشراهة المصاب فيه بيسيبه نوبات نوبات من الشراهة وعمليا احنا منسميه انه يفترس الغذاء الموجود بدون اي تقنين لا لنوعية الغذاء ولا لكميته ولا لكمية السعرات الحرارية اللي باخدها الانسان بعد ما نفترس الطعام عمليا بيصير فيه شعور بالزنب واستفراغ للأكل بالبوليميا ما فيه فقدان بالنهاية للوزن رغم رغبة الانسان انه يفقد وزنه اختلافا عن الانوركسيا اللي بتسبب فقدان للوزن ووفا بالبوليميا ما فيه فقدان لانه فيه كميات سعرات حرارية بتدخل ثم تخرج فالوزن بيكون ثابت طيب نحكي كيف الاهل ممكن ينتبهوا قبل ما يوصل ابنهم او بنتهم لهاي الحالة يعني بدهم فيه هالعلامات معينة ممكن الاهل ينتبهوا لها قبل ما يوصلوا اولادهم لهاي الحالة ولا هي مرة واحدة بتصيبهم هاي النوبات وبصيبهم هذا الموضوع عادة منيح الاهل دائما ينتبهوا لأولادهم بغض النظر شو خاصة بجيل المراهقة نعطي مساحة بس بدنا نلاحظ أولادنا عادة بتبدأ هاي الاترابات برغبة في فقدان الوزن وبعدين بصير المصاب فيها يتدرج فإذا هي مش حادة وقاطعة وإنما تستمر أشهر وأحيانا سنوات الأهم من فقدان الوزن أنه هن بلاحظوا أنه يعني الولاد هن بصير عندهم استحواذ بقضية الوزن يعني كل الوقت مشغولين بالوزن يعدوا كالوريز سعرات حرارية يتبغوا يحضروا تعاملهم دلائق المعينة لازم يتبغوا الام تقدر تنتبه على أولادها يعني أو على بنتها بالذات يعني إذا بتشوفها الأدة مهوسة في موضوع وزنها مضبوط زائد عند الفتيات طبعا فيه توقف للعادة الشهرية إذا كان فيه توقف لأكثر من شهرين تلاتة فإحنا مباشرة هاي دلالة على إيش أحسن طريقة إحنا عشان نساعد هدول المراهقين أنه يطلعوا من هاي الحالة كيف نتعامل مع هذا المرض قبل ما يستفحل خاصة خلينا نحكي عن لما يستفحل لما يستفحل هذا المرض أولا ليش هذا المرض خطير لأنه بأثر على هشاشة العظام بيؤدي أنه الإنسان يفقد سوائل كبيرة من الجسم زيادة نسبة الملوحة بالجسم زيادة نسبة الحوامض بالجسم اسفرار الأسنان وهذا كمان مثال اللي ممكن أنه علامة انهدلنا نتيجة فقدان طبقة الظهون الدهون بالجسم فعالماليا إحنا منشوف أنه الشعر بالجسم بتسمر هيك بيوقف لأنه الجسم غير قادر أنه يحافظ على حرارته فيه كتلة الشعر فيه كتلة الأظافر فيه كرحة في المهدي وأكثر إشي مخيف أنه هذا المرض بيسبب دمور في العضلات وأهم عضلة عندنا هي عضلة القلب صحيح ونتيجة استفحال المرض تضعف عضلة القلب عدا كل المشاكل الهرمونية وبأدي عم بتخيل فيه صور قبل فترة شوفنا حدا من الممثلات أو إشي هيك كان مسلط الضوء عليها كتير بالإعلام وفعلا يعني عم بتخيل في منظرها عبارة عن يعني هلقد هيك كلها على بعض هيك العظمي يعني وكان عندها هذه الأمراض اللي مش عم تاكل ما بتها تاكل أبدا وهيك هلأ إحنا فيه مرحلة اللاعودة يعني فيه مرحلة اللي الإنسان لما يصل لوزن 40-30 أنا شفت صبايا 31 كيلو هم تحكي عندنا هون صبايا 31 كيلو في العيادة عندنا اللي إحنا مباشرة منحول للمشفى ولكن بالغالب هاي مرحلة اللاعودة إذا بعيش الإنسان فبعيش مع اضطرابات صحية ومشاكل في القلب طوال العمر يعني عدا عن أنه المرض نفسه بسبب ظواهر نفسية تانية أمراض نفسية تانية اكتئاب وغيرها اكتئاب وسواس قهري وكتير من الصوايا حتى لو من ناحية وزن بقدر يعيشه بس أنه بقدمه على الانتحار يعني العشرة بالجهر في هذه الحالة أول إشي كأهل إحنا لازم نعرف أنه هذا مرض ومرض شديد ولازم نعالجه هذا مش من خاطب الشاب أو الصبي ونقنعهم فيش إقناع المفروض أنه يكون العلاج أسري طبي ونفسي بدون هدولة الثلاث عوامل ما من يقدر طبي ونفسي ودعم من العائل طبي لأنه أول شيء من علّي الوزن حتى نمنع الاترابات بعيدة المدى وبعدين بدخل العلاج الأسري والعلاج النفسي وللأسف إحنا اليوم عم نشوف نسبة الصبايا والشباب عندنا بالعيادة كثير عم ترتفع بهاي الاترابات وإحنا مندعي الأهل دايماً إنهن يتوجهوا ويطلبوا المساعدة ترجمة نانسي قنقر